بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الشعر الفلسطيني المناضل خالد أبو خالد أقام اتحاد الكتاب الفلسطينيين حفلا تأبينيا بحضور ومشاركة شعراء وأدباء سوريين وعرب وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق يأتي هذا التأبين تحت رعاية الدكتورة نرجح العطار التي نرفع لها شكرا عاليا ووزارة الثقافة والتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام الكتاب والأدباء الفلسطينيين بحضور جمهرة من المهتمين بشان الثقاف الفلسطيني والعربي وفاء للقامة والقيمة شخصا ونصا الشعر المحارب خالد أبو خالد نحن وفد الأرض المحتلة الذين قدمنا لهذه المناسبة في اتحاد العام الكتاب والأدباء وعدد من الأكاديميين وفاء واحتراما وتقديرا للسيرة والمسيرة التي اجترحها شاعر وازن ساد من أحد الثقافة الفلسطينية وأحد أركان الثقافة العربية المقاومة أعزائي لا يسعوني الشكر لهؤلاء الأوفياء الذين استطاعوا بمحبتهم أن يبقوا والدي خمسة سنوات مما كان يفترض أن توافه المنية على قيد الحياة الحفل تضمن أهية قرآنية وكلمات ترثي هذا الشاعر العظيم وبعض المختطفات لمسيرته الأدبية وكلماته التي دخلت قلوب السوريين والمناضلين الفلسطينيين هذا الشاعر كان ليس شاعرا فحسب بل كان أيضا رساما وفنانا فكان مبدعا في شكلين من أرقى الإبداعات في تاريخنا الثقافي العربي القومي والمقاوم لوحات تقاوم وأبيات تقاوم هكذا كان خالد أبو خالد رحمه الله الكبار لا يموتون هم مخلدون في قلوب محبيهم بأعمالهم بما أنجزوا بالرسالة النبيلة وبالقضية القضايا والبوسر الحقيقية وهي قضية فلسطين الكبير الراحل خالد أبو خالد صاحب الابتسامة الدائمة وتفاؤل الكبير والقلب المحب هذا الفنان وهذا الأديب الذي كرس حياته تجاه قضية الفلسطينية تعبيرا بقلمه بريشته بأفعاله أربعون يوما مرت على رحيل الشاعر الكبير بالجسد لكنه متواجد في ذاكرة ووجدان المكتبة العربية التي أثراها بأعماله ومواقفه الوطنية you 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 it